السلام عليكم اخوان مرحبا بكم في قناتكم في قناة مصطفى البارودي اليوم سنتحدث عن موضوع عودة الحياة الطبيعية عما قريب ان شاء الله وكذلك فتح الحدود وتنفيذ عمليات مرحبة 2021 لكن اليوم اجبت لكم بالتأكيد من الصحافة الاسبانية يعني ما يروج في التلفزيو الاسباني واكدوا على ان المغرب راسل الحكومة الاسبانية واعلمها بانه ستكون عمليات مرحبة 2021 ستفتح الحدود في الصيف ستكون السياحة بين المغرب والاتحاد الاوروبي سنجدكم مع الفيديو لكن قبل الختمة ترون الفيديو لا تبخلوش علينا بجيم دعونا كومنتر وبرترجو معنا لتعوم الفائدة تحياتي لكم نشوفوا الفيديو وارجعوا نكمل لكم الموضع عودة الحياة طبيعية ان شاء الله حما قريب كم الرجعة في جابل طريق اليوم وكذلك فتح الحدود والحياة العادية شوفوا الفيديو موسيقى 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 يكون في عملية مرحب 2021 كما قلت لكم قبل كان بزر دي الاسباب علش المغريب ما غادش يدخل فتح الحدود ديال الصيف غادش يدخل سبتومليليا لان المغريب كان يخسروا واحد الخسارة كبيرة في الملاحة ديال السياح اللي كانوا كيدوزوا من الميناءات ديال إسبانيا للميناءات ديال سبتومليليا اللي هما تبع الإسبانيا اذا المغريب ما كانش يدخل شي مدخول عبر هاد الحركة هادي كان تجيه واحد القسط على التنجوع الميناء الاخر ديال القسر الكبير كريب يعني الإخوان لكن المغريب أكد لعملية مرحب 2021 ستكون الموانئ الإسبانية مع الموانئ المغربية لا يكون موانئ الإسبانية مع الإسبانية سبتومليليا فإذا الموضوع سبتومليليا وكما شفتوا لإخوان بأن إسبانيا شتفت تقرير لا تكملت لكم التقرير كامل تقرير أكد على أن الميناء مجهز حتى السياح تصيبه وحد المكان وتذكر في التقرير بأن الميناء أصبح بوحد تهيئة كبيرة وحد الفضاء كبير وذكراتها بشأنه تستقبل السياح يعني استقبل السياحة السنة إسبانيا أهلة له وكذلك كما تعرفون أن إسبانيا هي الأولى في تحاد الأوروبي من ناحية استقبل العزد السياحة وكذلك 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 في مدريد السياحة الوطنية يأتي الجميع الشركات والشركات المهتمين بالسياحة العالمية يأتي الجميع وكذلك العام ليداز لم يكن كذلك المعريض لكن هذا العام كان نورمال مغادي تدار في شهر ليداز لكن أجلوه شهر خمسة لكن شهر خمسة ستدار وصف بشأن الشركات العالمية مهتمة بالسياحة حجزات المكان في المعريض السياحة وكما قالت وزارة السياحة قالت بأن كان تهيئ الظروف المناسبة للسياحة 2021 وأن إسبانيا مباغة يعني تستثمر في المجال السياحة لأن هو الاقتصاد الأول في إسبانيا كما تعرفوك نقول لكم دائما أن عدد السكان إسبانيا تقريبا 47 مليون أعتقد 47 مليون نسامة لكن العدد السياحة تدخل كل سنة تقريبا 80 مليون سائح في السنة هذه النسبة تقريبا وكما تعرفون بعد تدخل الحدود بسبب كورونا أول مجال الضرر هو المجال التحركات المجال السياحة أي الدول الأخرى في ألمانيا في جميع الدول الأخرى مثلا ألمانيا تعتمد على الصناعة رغم كورونا لكن إسبانيا تقريبا 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 فأكدت وهيئات الظروف من المغرية منها الكثير من الدول التي مجاورة بشأنها ستفتح الحدود ستكون سنة 2021 الصيف يعني منتجة سياحية واجدة كل شيء محضرة إسبانيا لفتح الحدود هذا فيما يخص الحدود فيما يخص الإخوان عودة الحياة الطبيعية هي مرتبطة بالصيف ومرتبطة بالفتح الحدود هذه نقطة والنقطة الثانية هي أن اليوم استر خبر أن الحكومة جبل طريق وهي جنوب الإسبانيا التي تبع البريطانيا في الجبل طريق اليوم عودت الحياة طبيعية ليست الطبيعية التي نعيشها لا هذه ليست طبيعية كما لا تقريبا لا تستطيع كما لا تتبع الججميع لأن الناس تحترموا لكن جبل طريق لا رجعت الحياة الطبيعية بدون محساب كما لا تلبسها وعودة الحياة الطبيعية إلى ما قبل 2020 يعني ما قبل كورونا يعني هذه كان مبشرة لأن جبل طارق شرجعت فيه الحياة بهذه الطريقة إن شاء الله حتحنا في الصيف 2021 سترجع الحياة الطبيعية ونقطة آخر ونقطة أخرى الإخوان سمحوا لي لا أريد أن ندوب قليلا أريد أن أعطينا معلومات كاملة مجموعة في الثمانية هذه الدقائق ونبدأ أن نطول وكذلك المغرب يعني كما تعرفون أنه غادي يعني على ما أظن أن نتجوجه من المواطنين من المواطنين الذين يلقحوا إذن من هنا ونحن مزان في شهر 13 مليون إذن من هنا لشهر 6 سيكون المغرب فات العتابة التي بحدها منظمة الصحة العالمية يعني من أجل قضاء اللواب أنك يجب أن تلقح 70% من المواطنين إذن المغرب تقريبا وصل 30% أو 40% تلقي حد المواطنين 30% تقريبا إذن من هنا لشهر 6 سيكون فات العتابة 70% لتلقيح المواطنين والمغرب فات بزيف دل الدول فات فرنسا فات اسبانيا فات بزيف دل الدول في موضوع دل تلقيح إذن للمغرب لقاح 70% ما بقاش عنده مشكل في فتح الحدود في عودة السياحة وتالمغرب تاورك يدخل 10 مليون سائح في السنة وتهيا يعني أن المغرب عنده منفعة كبيرة في موضوع دل السياحة وقتصاد كبير ثم ما غديش يقدر أنه يضيعو هات السنة وضع له العمل لكن هات السنة ما غديش يقدر أنه يضيعو إذن الإخوان عودة الحياة الطبيعية كمبشر من جبل طارق اليوم تصدر خبار بأن جبل طارق بدون كمامة كذلك ديل فتح الحدود هو تأكيد الصحافة الإسبانية وتأكيد الحكمة الإسبانية يعني الرسالة ديل ديل الحكمة المغربية اللي أكدت على عملية مرحبة 2021 ولي فتح الحدود هذه السنة والصيف غادي يكون كباقي يعني الصيفات اللي دازو قبل من الفين وعشرين وتحياتي لكم أخواتكم متبخروش علينا بجيم وكمونتر ولمازالون مشترك شترك ليسر لكم الجديد ومع السلام